هذه المناسبة كانت سانحة لسيد الفريق ليوسديا من خلالها لإطارات الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني جملة من التعليمات والتوجهات بغية مواصرة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية مصالحها العليا حاثنياهم على الالتزام الكامل والوافي للقيام بالمهام المموطة بهم بكل السرامة اللازمة والمتابرة الضرورية وحذر مرسم التنصيب رؤساء الدوائر والمراقبة العام للجيش والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق سعيد شنغريحا صادق بعد ذلك على محضر تسليم السلطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر